طبعا شركة ريتاج بفضل الله أنتها بدأت من تقريبا خمس سنوات وتقوم على أسس الشريعة الإسلامية وتحافظ على الأصالة العربية والعادات والتقاليد العربية وتحافظ على الجودة وتحافظ على ثقة المستهلكين وثقة الجمهور مشاريعنا بفضل الله زادت من خمس سنوات إلى الآن الآن ندير بفضل الله ما يقرب من 2500 وحدة بعضها نملكها وبعضها نديرها كذلك خطتنا إلى 2013 سيكون عندنا استثمارات من ما يقرب من 2.5 مليارين ونص تتلخص في وحدات سكنية ومحلات تجارية ومجمعات تجارية ومدن ترفيهية نعتمد على عدة عناصر أول شيء أنها عندنا رأس المال للشركة العامل بالإضافة أن نعمل بعض المحافظ وهناك أيضا شركائنا الاستراتيجيين اللي يدخلون معانا في قضية التطوير والتمويل قضية الإدراج بالفورسة طرحت في الفترة السابقة في نهاية 2008 ولكن الأزمة التي حصلت المالية للعالمية جعلتنا نتوخى الحذر حتى لا ندخل الجمهور حقيقة إلا في استثمارات مضمونة تكون لها عائد قوي وجزيل في المستقبل بفضل الله الآن الشركة عوائدها نعتقد أنها مجزية تتجاوز العشرين والثلاثين بالمئة وبإذن الله خطتنا في المستقبل أن نكبر القطاع الوحدات السكنية والمحلات التجارية ومن خلالها لما تطرح في البورسة بإذن الله في خلال 2012 بداية 2013 ستكون مجزية للجمهور ترجمة نانسي قنقر